كفار نسل الله عافية والسلامة أكرمكم الله لاستجاء ولاستجمار عند البور واستعمال المناديل دون أن تحصل الضهارة والنقاء للمكان في الغائد وأكل خزين وشرب خمر حتى أن الواحد منهم يعني لا يقتسل ولو اقتسل القرة في الأسبوع يعني يعد هذا أحيانا عند البعض من الإسراف في استعمال الماء حتى أن البعض منهم يعني يمرض ويموت لسبب عدم الضهارة والنظافة وعدم الافتساب وبعد هذا يوجد من المسلمين من يعجب بهم